المقطع الثالث من كتاب فاتتني صلاة بصوت هشام سحيل المكافأة كان هوبكنز يعلم بضرورة وجود عامل آخر بجانب المحفز حتى تكتمل حلقة العادة ويصبح غسل الأسنان نشاطا يوميا فكان لابد من وجود مكافأة يحصل عليها المستهلك بعد استخدام معجون الأسنان تجعله يشتهي أن يستخدمه مرة أخرى فعلى خلاف أنواع منتجات العناية بالأسنان الأخرى كان بيبسودينت يحتوي على حامض السيتريك بالإضافة إلى جرعات من زيت النعناع ومواد كيميائية أخرى وقد استخدمت هذه المواد لكي تجعل مذاق المعجون منعشا وتترك إحساسا بالانتعاش والوخز على اللسان واللثة وبعد سيطارة بيبسودينت على الأسواق تدافع الباحثون لمعرفة سبب انتشار المنتج بهذه السرعة واكتشفوا أن العملاء يقولون أنهم إذا نسوا استخدام بيبسودينت فسوف يفتقدون الإحساس المنعش واللاذع في أفواغهم وعندما لا يشعرون بهذا الإحساس يعتقدون أن أفواها هم غير نظيفة مع العلم بأن هذه المواد ليس لها أي فائدة طبية ولكنها فقط تقنع الناس بأن المعجون يقوم بعمله على أكمل وجه لذلك فإن المحفز والمكافأة يعتبران عاملين أساسيين إذا أراد الإنسان أن يكون عادة جديدة وفي دراسة قام بها الباحثون في جامعة نيو ميكسيكو على 26 و 200 شخصا ممن تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم حيث كان معظمهم يتدرب على الأقل ثلاث مرات أسبوعية قال عدد كبير من المشاركين أنهم تعودوا على ممارسة التمارين الرياضية لأنها تجعلهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة المكافأة فلقد وصلوا إلى توقع واشتهاء الإندروفينات وهي مواد كيميائية ينتجها الجسم تعمل على تخفيف الألم وإعطاء شعور بالراحة والتحسن وفي مجموعة أخرى قال المشاركون أن التمارين الرياضية تمنحهم شعورا بالإنجاز المكافأة فهؤلاء وصلوا إلى اجتهاء الإحساس المنتظم بالإنجاز والانتصار وفي الحالتين فإن هذه المكافآت الفورية كانت سببا لأن تصبح ممارسة التمارين الرياضية عادة لدى هؤلاء المشاركين العادة والصلاة الصلاة نشاط يومي نفعله عدة مرات في اليوم والليلة نسعى جميعا لنجعل عملية القيام إلى الصلاة عادة نفعلها بشكل تلقائي دون مجهود هدفنا هو أن نقوم للوضوء والصلاة بمجرد سماع الآذان دون الخوض في المعركة ضد عقولنا أنا أقصد هنا عملية القيام للصلاة وليست الصلاة نفسها لأن الصلاة ينبغي حضور الذهن والعقل فيها ومع ذلك فإن الصلاة عادة يومية لأنها نشاط متكرر لا أقصد هنا مفهوم العادة الشائع عن الصلاة بأن الصلاة أصبحت عادة وليست عبادة ولكن نتحدث هنا عن العادة بالمفهوم العلمي وهي النشاط الذي يتم ممارسته باستمرار كما أوضحنا من خلال الدراسات التي قام بها الباحثون لفهم كيفية تكون العادة فإذا أراد الإنسان أن يكتسب عادة مفيدة جديدة يجب أن يتوافر المحفز الذي يعزز الرغبة للقيام بالعادة والمكافأة التي تتضمن استمرار هذه العادة ما ذكرناه في الفصول السابقة هو محفز يعزز الرغبة في القيام إلى الصلاة ولكي نضمن حفاظنا على الصلاة وانضمامنا إلى هؤلاء الذين قل ما فاتتهم صلاة جعل الله العليم لنا مكافأة فورية نحصل عليها بعد كل صلاة تجعلنا ننتظر الصلاة بعد الصلاة ولسان حالنا أرحنا بها يا بلال تك المكافأة هي السكينة أو بمعنى أدق الإحساس الذي يأتي بعد الصلاة بخشوع حال النفس بعد صلاة الخشوع وإحساس السكينة والطمأنينة الذي يغمرها هو أفضل إحساس يمكنك أن تتذوقه في هذه الحياة الدنيا العبد الفقير الذي يكتب لك هذه الكلمات لا ينقل لك نظريات أكاديمية لتجريد الواقع أو إنه يعيش منعازلا لا يدري شيئا عن متع هذه الدنيا حتى يتجاهلها كلها بل والفضل كله لله من الله الغني علي بكثير من حلال زينة هذه الدنيا ومع ذلك لا يماثل شعور السكينة أي شعور وكأنه دواء هذه الدنيا بزينتها لا بهجة في زينة بدونه ولا شقاء في حزن معه أبي الله عز وجل أن تكون الدنيا مصدرا للسعادة لأنه عادل وعدل فليس كل الخلق سواء في امتلاك زينة الدنيا ولكنه العليم الخبير جعل السعادة في السكينة وعرفنا سبيلها فمن شاء أخذ به يسعد بها الفقير ولو لم يمتلك شيئا ويشقى دونها الغني ولو يمتلك كل شيء كل نعمة في هذه الحياة الدنيا تصبح نقمة إذا حجبت عنها السكينة جالست التائبين الذين رجعوا إلى ربهم بعد أن ذاقوا الكثير من متع هذه الدنيا حلاله وحرامه سألتهم لما رجعوا قالوا وجدنا في القرب من الله لذة لا تعادلها لذة إحساس السكينة بقوة الله القدير يجعلك تشعر بأنك تملك الدنيا بما فيها يقول الشيخ محمد راتي بن نابلسي ينام الإنسان على الشوك مع السكينة فإذا هو مهاد وثير وينام على الحرير وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هو شوك القتد يحالج المرء أعسر الأمور ومعه السكينة فإذا هي هوادة ويسر ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه السكينة فإذا هي مشقة وعسر يخوض المخاوف والأخطار ومعه السكينة فإذا هي أمن وسلام ويعبر المناهج والسبل وقد أمسكت عنه السكينة فإذا هي مهلكة وبوار يبسط الله الرزق مع السكينة فإذا هو متاع طيب ورخاء وفير وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة ويمسك السكينة مع الرزق فإذا هو مثار قلق وخوف وإذا هو مثار حساد وبغض وقد يكون معه الحرمان ببخر أو مرض وقد يكون معه التلف بإفراط واستهتار يمنح الله الذرية مع السكينة فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكهد وعنة وشقاء وصهر بالليل وتعب بالنهار يهب الله الصحة والعافية مع السكينة فإذا هي نعمة وحياة طيبة ويمسك سكينته فإذا الصحة والعافية بلاء يسلطه الله على الصحيح المعافى فينفق الصحة والعافية فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ويدخر السوء إلى يوم الحساب ويعطي الله الجهة والقوة مع السكينة فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للدخار الطيب الصالح من العمل والأثر ويمسك سكينته فإذا الجاه والقوة مصدر قلق على قوته ومصدر طغيان وبغي ومصدر حقد وكراهية لا يقر لصاحبها قرار ويدخر بها للآخرة رصيدا ضخما من النار لكن كيف السبيل إليها إذا كانت شيئا لا يثمره الذكاء ولا العلم ولا الصحة ولا القوة ولا المال والغنى ولا الشهرة والجاه ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية الخشوع في الصلاة هو ما يولد السكينة التي تجعلك تشتاق إلى الصلاة هو دواء تلك العادة فمعه تصبح الصلاة عبادة متجددة وليست عادة روتينية وكما كان يظن الكثير أن أولئك الذين يحافظون على الصلاة لهم قدرات بيولوجية خاصة أو هبات سماوية تتنزل عليهم أيضا يظن الكثير خطأا أن الخشوع هو أمر سماوي يؤتيه له من يشاء ولا يؤتيه من يشاء فيسأل كثير من الناس أين الخشوع؟ لما لا أشعر بالخشوع وأنا أصلي؟ لكي نعرف أين الخشوع دعنا نصف أحوال بعض الناس فمثلا إذا أردنا أن نصف شخصا سعيدا كيف سيكون حاله؟ أقول لك أنه مبتسم مشرق الوجه متحمس إن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه سعيد وصفات أخرى وإذا أردنا أن نصف شخصا محبطا أقول لك حزين الوجه يمكن أن يكون منكس الرأس حتى وإن تكلمت معه ستعكس نبرة صوته أنه حزين وصفات أخرى إذا كنت تشاهد مجموعة من الناس وطلبت منك أن تخبرني من منهم سعيد ومن منهم محبط ومن منهم نشيط ومن منهم متعب ستصفهم لي حتى وإن لم تتحدث معهم هذا يعني أن حالة الجوارح الخارجية تعكس بقدر كبير الشعور الداخلية للبشر فلو أنت كنت سعيدا شعور داخلي ستعكس جوارحك الظاهرية أنك سعيد ولو كنت خائفا سيظهر هذا على جوارحك الخارجية هذا معلوم ما يخبرنا به علماء النفس أن العكس صحيح بمعنى أنك إذا غيرت من حالة جوارحك الظاهرية ينعكس هذا على شعورك الداخلي فإذا كنت تشعر بالحزن والأمر نسبي يمكن لبعض التغييرات على جوارحك الظاهرية أن تبدد هذا الشعور فتعديل وقفتك أو جلستك وتغيير تعابير وجهك والتحكم بنبرة الصوت له تأثير كبير على حالتك المزاجية والذهنية لذلك يخضع كثير من رؤساء الدول وأولئك الذين يتولون مناصب مهمة تحتم عليهم خاطبة لعامة لتدريبات في كيفية التحكم بلغة الجسد body language لأن ذلك يساعدهم على إظهار الإيجابية والثقة بالنفس وأحيانا القوة في حديثهم ويحكى أن الفارق عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يمشي وهو يحني ظهره كدلالة على الزهد والورع فقال لأصحابه ما بال هذا يمشي هكذا أهكذا يكون النسك بالتماوت في المشية والهيئة ثم قال للرجل هيه أمت علينا ديننا أماتك الله اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام والتفت إلى أصحابه فقال ما بال أقوام حسب الزهد ضعفا والنسك تماوتا فإذا تحدث أحدهم خشع بصوته وإذا مشى أحنا قامته كان الفارق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم تأثير حالة الجوارح الظاهرية على الشعور الداخلي لذلك قال للرجل اعتدل في مشيتك حالة ظاهرية وأظهر عزة الإسلام شعور داخلي لذلك إذا أردنا أن نصف مصليا خاشعا في صلاته كيف سيكون حاله ألن يكسو ذلك الرجل الهدوء ألن تكون حركاته بطيئة رزينة ألن تكون قراءته للقرآن قراءة مطمئنة ليست سريعة ألن يكون وقت ركوعه أطول ووقت قيامه أطول ووقت سجوده أطول ألن نلاحظ أنه يستغرق بين السجدتين وقتا أطول مما يستغرقه غيره وهكذا فللخشوع صفات ظاهرية في متناول كل منا إذا حققنا تلك الحالة الظاهرية اجتجاب معها شعورنا الداخلي فنخرج من الصلاة وقد غمرتنا السكينة مسببات الخشوع من مسببات الخشوع ابطاء حركة اليدين بداية من التكبير واستشعار كلمة الله أكبر وأنت تقولها ثم القراءة ببطء قدر المستطاع والتوقف لحظة أو لحظات بين كل آية وآية فأنت لست في مسابقة تسميع لشيء تحفظه وكلما كنت أسرع كنت أفضل جرب أن تكلم الناس بنفس السرعة التي تعودت أن تقرأ بها الفاتحة ولن يفهم منك أحد شيئا أنت في حديث متبادل مع ملك الملوك حيث ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حامدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بعد تكبيرة الإحرام بأن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أيضا كلما كانت حركة الجذع إلى الأمام من أجل الركوع بطيئة وهادئة ساعد ذلك على الخشوع تريث أنت تسبح في الركوع وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي العظيم فأنت ستقولها ثلاث مرات فقط فلتكن هادئة واضحة مطمئنة كذلك بطئ حركة الجذع للإعددال من أجل القيام وانتظر وأن تقائم حتى تطمئن قائما وتقول بهدوء ربنا ولك الحمد هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبح في الركوع ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم خشع لك بصري وسمعي ومخي وعظمي وعصبي هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القيام من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد كذلك فلتكن حركاتك من أجل السجود حركة هادئة مطمئنة تريث أنت تسبح في السجود وأظهر المد في الكلمات بأن تقول سبحان ربي الأعلى فتكون واضحة هادئة مطمئنة وتذكر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فتحدث بهدوء مطمئنان لأنك قريب جدا ممن له ملك السماوات والأرض واطلب ما شئت فهذه فرصتك لا ترفع رأسك من السجود وفي نفسك شيء لم تطلبه من الغني الكريم هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على التسبيح في السجود فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرق بين السجدتين نفس الوقت الذي يستغرقه في السجود لذلك ولكي تحقق الخشوع فليكن يأتي ذلك من السجود هادئا بطئا ودعو كما كان يدعو سيدنا عليه الصلاة والسلام بين السجدتين بأن تقول اللهم اغفر لي وعاف عني وعافني وارزقني واهدني وجبرني وارحمني يا أرحم الراحمين لذلك فإن ابطاء الحركة والقراءة ببطء وهدوء في كل رقن من أركان الصلاة يساعد بقدر كبير على الخشوع والفوز بالسكينة التي هي دواء عادة الصلاة ربما ستجد بعض الصعوبة في البداية لتعودك على الحركة بسرعة والقراءة بسرعة ولكن كلما ضبطت نفسك وألزمتها بالهدوء في القراءة والبطء في الحركة استجابت لك وأصبحت الصلاة الخاشعة جزءا من سلوكك بل وسينعكس هذا على أمور حياتك اليومية فتشعر بالهدوء والسكينة في عالم اليوم الذي أصبحت تسرع حاله المناجات إذا اتصلت على أحد أصدقائك ولم يرد عليك بل رد عليك جهاز الرد الآلي وطلب منك تسجيل رسالة صوتية فتبدأ أنت بتسجيل رسالتك بالهاتف فهل شعورك وأنت تسجل هذه الرسالة الصوتية لصديقك يساوي شعورك لو أنه كلمك وتحدثت إليه مباشرة بالطبع لا ولله المثل الأعلى عز وجل سبحانه فإذا أردت أن تغير شعورك وأنت تصلي فلا تقل أذكار الصلاة وكأنك تسجلها في رسالة صوتية بل قلها واستشعر أن هناك من يسمعك ويرد عليك وأنت توجه هذه العبارات إليه ليس فقط تسجلها تسجيلا فيوم القيامة ستتمنى لو أنك تحدث الجبارة ملك الملوك بكلمة واحدة وتذكر أن ذلك اليوم قال الله تعالى فيه لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا سورة النبأ الآية الثامنة والثلاثون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا سورة طهة الآية الثامنة بعد المئة فمن لم يحسن الحديث مع الملك الملوك في الدنيا لن يصي إليه في الآخرة استشعر المناجاة بأنك تخاطب الله الملك العزيز القدير وتقدم له التحية في آخر لقائك معه التحية لله والصلوات والطيبات ثم تودعه عز وجل يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله أما وإنك تصلي فلتصلي صلاة تليق بمعبودك أو تفتش لك عن معبود تليق به صلاتك كن صباحا يرويها الإلرود في كتابه الرائع معجزة الصباح ميريكل مورنين الذي غير حياة آلاف الأشخاص كيف أن الاستقاظ مبكرا أنقضه من حالة اكتئاب متأخرة كادت أن تصل إلى الانتحار فبعد أن كان يعيش حياة ناجحة اجتماعية وعملية وكان قد نصر له كتاب حقق مبيعات رائعة تغير كل شيء فجأة بعد الأزمة الاقتصادية عام ثمانية وآلفين فولد نفسه بلا عمل غارقا في الديون لا يستطيع حتى أن يدفع فواتر بيته حتى انتهى به الحال إلى حالة متأخرة من اليأس والاكتئاب كان هال يقضي معظم وقته نائما حيث لم تكن لديه رغبة في الاستيقاظ من نومه لمجرد يقينه بأنه سيواجه هذه الحياة التي لا معنى لها وهذا حال كثير من مرضى الاكتئاب وفي أثناء حديثه مع أحد أصدقائه المقربين نصحه صديقه بأن يجرب ممارسة بعض التمارين الرياضية حتى يخرج من حالة الاكتئاب هذه ونصحه بأن يمارس رياضة الجري خاصة فهي سوف تساعده على الشعور بتحسن نوعا ما أخبر هال صديقه أنه لم يمارس رياضة الجري قط في حياته بل إنه لا يحب رياضة الجري أصلا ولكنه تذكر إنه أيضا لا يحب الحياة التي يعيشها فما المانع إن جرب رياضة الجري هذه؟ ومع ظهيرة يوم العطلة الأسبوعية ارتدى هال ملابسه الرياضية وبدأ بالركض حول المنطقة التي يسكنها كانت تجربة مفيدة بالنسبة له حيث جعر أن القلق تلاشى في تلك اللحظات التي كان يجري فيها وغمره إحساس مؤقت بصفاء الذهن الذي ساعده بالبدء في التفكير الإيجابي تجاه مشكلات حياته أحب هال هذه التجربة ككل وعزم على ممارسة رياضة الجري بانتظام كما عزم على فعل بعض الأمور التي يمكن أن تحسن من الحياة التي يعيشها ولكنه وجد صعوبة في إيجاد الوقت لفعل هذه الأمور حيث كان مشغولا لدرجة أنه لا يجد الوقت لتحسين حياته وأذكر هنا مقولة الكاتب كلنا نريد أن نكون سعداء وكلنا ندري ما الأشياء التي يجب أن نفعلها لنكون سعداء ولكننا لا نملك هذه الأشياء لأننا مشغولون بأن لا نكون سعداء لم يعتد هال أن يستيخظ مبكرا كأغلبية سكان هذا الكوكب إلا في حالات الضرورة كالذهب إلى العمل أو مصلحة حكومية أو من أجل اللحاق بموعد طائرة وكان يعتبر نفسه كائناً ليلية لذلك قرر أن يمارس رياضة الجري والأمور الأخرى التي من شأنها أن تغير حياته ليلاً بعد الانتهاء من العمل ولكنه اكتشف أن وقت الليل ليس الوقت المناسب حيث أنه دائماً يكون متعباً وليس في الحالة الذهنية والبدنية المطلوبة فكر في أن يستغل وقت الراحة في وسط يوم العمل ولكنه نادراً ما كان هذا الوقت أهلاً للاستخدام حيث إن التفكير في مهام العمل والتحذير لها كان ما يفعله في وقت الراحة لم يجد هال وقتاً مناسباً إلا الصباح الباكر قبل ذهب إلى العمل لكن هذه الفكرة كانت بمثابة الكابوس بالنسبة له هو لا يتصور أن يستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحاً دون داعي فقد كان يستيقظ بصعوبة بالغة في السادسة وأحياناً السابعة صباحاً من أجل الذهاب إلى العمل وكل يوم ويجر نفسه جراً حتى يغادر سريره لذلك قرر للحظات أن ينسى الفكرة تماماً ويعيش حياته كما هي ولكنه تذكر حسب قوله مقولة الكاتب كيفين براسي إذا أردت أن تعيش حياة مختلفة عن تلك التي تعيشها فعليك أن تفعل أشياء مختلفة عن تلك التي تفعلها وهذا قانون رباني ثابت حيث يقول الله الرافع الخافظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سورة الرعد الآية الحادية عشر فإذا كنت غير سعيد بالحياة التي تعيشها فلابد أن تغير من أسلوب حياتك حتى يغير الله حياتك وإن كنت سعيداً بالحياة التي تحياها فحافظ على الأمور التي تفعلها لا يبدل الله العزيز نعمه التي أنعم بها عليك وفي هذا يقول الدكتور راتب النابولسي غير كي يغير ما بتغير ما بغير الصباح المعجزة كتب هال ستة أمور من شأنها إضافة معنى للحياة التي يعيشها وعزم أن يستيقظ في الخامسة صباحاً وأن يعطي كل أمر عشر دقائق فقط بعد ذلك يذهب إلى عمله تلك الأمور التي كان منها الدعاء والقراءة وممارسة بعض التمارين الرياضية العجيب أنه بعد أن كتب فقط هذه الأمور أصبح متحفزاً جداً للاستقاظ مبكراً في اليوم التالي بعد أن كانت الفكرة عبارة عن كابوس بالنسبة له وهنا يخبرنا علم النفس أن الإحصائيات تقول بأن أولئك الذين يكتبون أهدافهم ينجحون في تحقيقها أكثر ثمانين بالمئة من الذين لا يكتبون أهدافهم وأيضاً الذين يكتبون مشكلاتهم ويكتبون الحلول الممكنة لها يخلصون أنفسهم من القلق الناتج عن كثرة التفكير في المشكلات في اليوم التالي استيقظ هال في الخامسة صباحاً رغم أنه لم يحصل على قسط كاف من النوم وبدأ بتنفيذ الخطة التي وضع هال نفسه وبما أنه كان يستغرق فقط عشر دقائق لكل نشاط لم يشعر بالثقل أو المقاومة لممارسة هذا النشاط فأنت لو عزمت على القراءة لمدة عشر دقائق لن تقاومك نفسك كما لو عزمت على القراءة لساعة أو ساعتين حافظ هال على هذا الروتين الصباحي لبضعة أسابيع وشعر بتغير ملحوظ في حياته حيث أن القلق بدأ يتلاشى شيئاً فشيئاً وأصبح أكثر تركيزاً على حل مشكلاته وأكثر سعادة وقرر أن يستيقظ في الرابعة صباحاً ليعطي كل نشاط مدة أطول وبالفعل أصبح الاستيقاظ في الرابعة عادة يفعلها دون مجهود بعد شهرين تغيرت حيات هال بشكل جذري لذلك أراد أن يطلق اسم على هذا التغير وأن يشاركه مع آلاف الناس فأطلق عليه اسم الصباح المعجزة The Miracle Morning أصبح اسماً للندوات التي يعقدها هال لمشاركة الناس قصته وأصبح أيضاً عنوان كتابه الذي باع ملايين النسخ وترجم إلى سبع عشرة لغة وتم تأسيس موقع رسمي يشارك فيه آلاف الأشخاص الذين تغيرت حياتهم مع الصباح المعجزة حيث يتم سرد عشرات القصص يومية بشكل شخصي شاركت بقصة التي بدأت قبل أن أقرأ كتاب الصباح المعجزة وكنت فخوراً جداً وأنا أخبر هال بأنني أستيقظ تلقائياً في الرابعة صباحاً لأن ديني يفرض علي ذلك وأول شيء أفعله بعد أن أستيقظه هو الصلاة الصلاة التي سميتها الصلاة المعجزة الصلاة المعجزة صلاة الفجر لحدة سنوات وأنا أطارد تلك الصلاة كان يذيق صدري كلما فكرت في أنني يمكن أن أغادر هذه الدنيا وفي صحيفتي بضع صلوات تحد على أصابع اليد الواحدة دونها كنت أشعر دائماً أن هناك شيئاً ناقصاً كيف هو حالي إذا وقفت بين يدي الله ملك الملوك ناظراً في كتابي حيث لا صلاة فجر فيه ماذا سأقول لرب أعطاني كل شيء؟ كل أعذاري كانت تبدو سخيفة أمام عطاء الله العظيم لي سلكت سبولاً كثيرة حتى أحافظ عليها وفشلت كثيراً ما كنت ألوم ظروف الحياة حتى اكتشفت أني وكثيراً ممن يعانون مثلي وكان منهم من يحافظ على الأربع صلوات الأخرى في المسجد نريد أن نسير صلاة الفجر لتتفق مع أسلوب الحياة الذي نحيشه ولا نريد أن نغير أسلوب حياتنا حتى يتماشى مع صلاة الفجر اكتشفت أننا نركن دائماً إلى أسباب دينية وروحانية لعدم قدرتنا على الاستيقاظ لصلاة الفجر وفي الحقيقة أننا نغفل أمراً بسيطاً مادياً منطقياً يمكن التحكم به وهو أن ننام مبكراً أصلاً فهذه أولى خطوات الأخذ بالأسباب قبل التفتيش عن أسباب روحانية ودينية عجيب أن ننام في الثانية عشر منتصف الليل أو الواحدة صباحاً ونريد من تلك النفس الضعيفة أن تستيقظ في الرابعة أو الخامسة صباحاً نحن بذلك سهلنا على الشيطان أن يأتي لنا بأول الأعذار بمجرد أن نستيقظ وهو لم تحصل على قسط نوم كاف نم نم تخيل أنك حصلت على ست ساعات نوم قبل الاستيقاظ لصلاة الفجر لن يكون هذا العذر قوياً كما لو نمت لساعتين فقط حكمة الله الحكيم أن تكون صلاة الفجر أسلوب حياة مركز الطاقة الذي تبدأ به يومك ليست فقط محطة تمر بها إن استيقظت من نومك مررت عليها خلال رحلة نومك وإن لم تستيقظ فقد فاتتك أراد الله القدير لنا أن يتماشى أسلوب حياتنا مع صلاة الفجر وليس العكس هكذا أراد الصانع الحكيم وكل من اتبع تعليمات الصانع حتى من غير المسلمين كان النجاح حاليفاً لهم لأنها سنة الله الثابتة نظرت إلى حالي وفتشت في نفسي فلم أجد أموراً أكثر أهمية من صلاة تشهدها الملائكة بها أكون في ذمة الله منذ أن أبدأ يومي ركعتا السنة فيها خير من الدنيا وما فيها ومعها فرصة لتحقيق أهدافي في حياتي ولآخرتي من خلالها أحيا الحياة التي أردت دوماً أن أحياها أخبرني أنت عن تلك الأمور البالغة الأهمية التي تفعلها من بعد العاشرة مساء الغالبية العظمى لا تفعل أموراً مهمة أو ضرورية في ذلك الوقت عدا الذين فرضت عليهم الحياة العمل ليلة حتى وإن كانت هناك أمور ضرورية فالغالبية العظمى يمكنهم أن يفعلوا هذه الأمور صباحاً يشتكي الكثير أن ليس لديهم وقت ليفعلوا الأشياء المحببة والمهمة لهم فأنصح المقربين مني بأن يستيقظوا فجراً ويفعلوا تلك الأمور قبل أن يسلب يومهم من بين أيديهم لكن ما فهمته عن الكثير منهم أنهم لا يريدون أن يبدأوا يومهم فجراً هم فقط يريدون أن تكون صلاة الفجر محطة في رحلة نومهم الممتعة ربما كانت لهم ذكريات غير سعيدة مع الاستيقاظ فجراً مثل الذهاب إلى الامتحانات أو السفر وما يحمله من قلق فهم دائماً يربطون تلك الذكريات بالاستيقاظ فجراً أيضاً هم لا يريدون أن يضحوا بساعتين أو ثلاث ساعات الليلة من أجل صلاة الفجر وما يلحقها من نجاح